لو أنت لك مكان في إدارة نادي الزمالك أو صاحب قرار في نادي الزمالك توافق على بيع زيزه أو لا؟ والله موضوع صعب بس أوافق توافق بس برقم كبير جدا ما يكونش رقم قليل يعني زي ما سمعنا كده كان نادي الشاب السعودي لو بتتكلم في 10 مليون 11 مليون دولار أوافق توافق هتحل أزمة فرق يعني فرق كبيرة زي نادي الزمالك بتصرف عليها كتير فلعيب واحد حتى لو هو نجمل فرقة واتباع وحيحلل المشاكل المالية ممكن في نص النادي أو نص أزمات الزمالك لا أوافق طيب كمي أنت قلت ده أنا متفق معه جدا خليب لك ممكن اللي حد ده يقعد ما يكونش مستراح نفسيا وما يديش نفس المستوى اللي هو كان بيديه قبل كده وبالتالي النادي كمان يتأثر يعني صح بس كمي أنت قلت ده أنا متفق معه جدا يعني هتقوله أنت قاعد في مكان إعلامي أو حتى كمشجع للزمالك كمسؤول صعبة كمسؤول تقدر تأخد الكرار ده أقدر أخده خلاص لازم يبقى فيه قرارات المسؤول يقول لك إيه أصل الجمهور هيقول أنا اللي ماشيت زيز وأنا اللي باعت زيز وأنا اللي عملت وأنا مش عال في إيه أقول لك يا كريم أهو زيزو بس ده 15 ألف لعيب مشوا من نادي الزمالك يعني فريد نادي الزمالك يجب تلعب من 3-4 سنين ولا واحد موجود فيه أشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وطري حامد وابو جبل وفرجاني ساسي يعني ناقعد عد من هنا البكرة صح ومشوا يعني مش بالأرقام القوية وحتى برضو كان فيه وعود من مجالس إدارات إن هم الناس دي حيتجدد لها وما حصلش صح فاكر ويبقى فيه تدعيمات أفضل كمان وما حصلش وما جبشش تحافظ على اللعين ولو زيزه برقم كبير يبقى هو الرقم بس رقم يبقى رقم زي ما بقولك كده يعني رقم كبير قوي اللي هو يزغل اللي هو يحل لي مشاكل أسألتك لو أنت كنت مسؤول في نادي الزمالك تأخذوا القرار دا ولا ليه ما فكرتش تخش اندخبات نادي الزمالك طيب اللي هيخش نادي الزمالك دلوقتي لازم يكون متفرخ وحاطت كل وقته نادي الزمالك عشان يقدر يطلعه صح أنا يطلعه من المشاكل اللي فيها طبعا أنا دلوقتي أنا برضو يعني مش هتحكي عليك أنا حياتي مستقرة أنا إعلامي وجودي في نادي زمالك أو أهلي يؤثر على مصدقياتي صحيح يعني دلوقتي مثلا وانا رجل عضو مجلس دراف نادي الزمالك طالع برنامج هنتقد الزمالك ازاي منفعش هنتقد الأهلي المنافس ازاي صح دا رقم واحد رقم اتنين أنا برضو مدير كورة في نادي البنك الأهلي عشان أتخلى عن منصيبي كمدير كورة وابقا عضو مجلس إدارة هسيبنا دي البنك الأهلي ودي المتعة بتاعتي أنا بحب أكون في الملأ لا وفيه جوزء تاني انت مش عالي مش هعالي فيه جوزء تالت هقولهولك لا مش هكسف داخلي بالزبط أنا كشاب على فكرة أنا مش كبير أو في السن 100% وعندي أسرة 100% وداخلي صح من الكورة سمدير الكورة أو كإعلامي ده اللي بصرف فيه على أولادي وعلى بيتي بالزبط يعني خلاص احنا وصلنا للمرحلة مش باعتمد على والدي بقى صح انت بتصرف على أسرة دلوقتي أنا مش راجل الأعمال عندي أعمال مشغالة أيوة أنا لازم أسيب أسيب أعمل الإعلام أو أسيب أعمل نادي الزمالك بشكل تطوعي صح ويبقى داخلي منين مفيش خلاص بس فاهمني صح فأنا شايف المرحلة دي مش بتاعتي بس أنا أكيد حيب أليها دور في نادي الزمالك في المستقبل بس لما أحس اللي أنا حقدر فعلا بكل طاقتي أخدم نادي الزمالك وعلى فكرة وهنا برا نادي الزمالك وأثناء المجلس اللي كان موجود الفترة اللي فاتت بنعمل حاجات بنساعد بيها نادي الزمالك وبندع بيها نادي الزمالك وحاجات ملموسة ومادية بدون ذكر هي ايه بس مش لازم تتعارف